اللهم أدخل الإيمان في قلوبنا اللهم أعنا على دخول الإيمان في قلوبنا اللهم ارزقنا دخول الإيمان في قلوبنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم يقول علماء اللغة أن في هنا تسمى في الظرفية يدخل في داخل ظرف القلب وهنا الوقفة هل دخل الإيمان في قلبك في سنايا قلبك في حشاشات قلبك هل دخل الإيمان قلبك وليس المجال الآن لأن تشاور في المسألة ولكني أدعوك للحظة صدق مع الله اللهم ارزقنا الصدق واجعلنا من أهله هل زقت لزة الإيمان هل أحسست طعم الإيمان هل عشت معاني الإيمان أم أنك ما زلت في أعمال الإسلام والفرق بينهما أن أعمال الإسلام هي الأعمال الظاهرة بالجوارح وأعمال الإيمان هي أعمال القلب الصلاة والصيام والحج والزكاة وكل الشعائل الظاهرة من صلة الرحم وبر الوالدين من تلاوة القرآن وذكر الله كل هذه الأعمال الظاهرة هي أعمال الإسلام أما أعمال الإيمان فهي أعمال الباطن أعمال القلب ولا تصح تلك إلا بهذه لا تصح أعمال الإسلام إلا بأعمال الإيمان أعمال الإيمان كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أنها واجبة بأصل الدين على جميع المكلفين باتفاق أئمة الدين أعمال الإيمان التي هي حب الله الحب والخوف والرجاء والتوكل واليقين والرضى والإنابة والمحبة والإخبات والخشية هذه المعاني التي هي من أعمال القلب وليست من أعمال الجوارع بمعنى أنك تصلي تخف فتركع وتسجد وتقوم وتجلس وتقرأ وتسبح ولكن هل تصلي رغبة ورهبة هذه هي هل تركع تقوم بالقنوط وتركع بالتعظيم وتسجد بالزيء هذه هي المعاني القلبية القلبية التي تصح بها الصلاة وفيها دليل حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها حضور القلب في معانيه إخوتي الإيمان وما أدراك ما الإيمان وأعماله ولذلك لطالب الجنة أقول يا من تريد الجنة زعمت أين قلبك أين أعمالك القلبية ويجيبني ألست قد قلت أنها حب الله والخوف والرجاء أنا أحبه في زمن الخداع والكذب والمكر واللف والدوران قل ما شئت فالحقائق لا تكذب الحقائق لا تكذب إنك إذا قلت لزوجتك أو لأمك أو لأبيك أو لصديق لك أنا أحبك يقول لك كذا المواقب تكذبك كيف 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 تزعم أنك تحبني يقول لك المواقب تكذبك كيف تزعم أنك تحبني وأنت لم تضحي من أجلي مرة كيف تزعم أنك تحبني وأنت تتعاملني على مصلحتك ومرادك مني كيف تزعم أنك تحبني وأنت لم تبزل من أجلي بصدق مرة صحيح فكيف تزعم محبة الله وأنت تسارع في شهواتك وتتابع أهواءك وتنسى الله اللهم ذكرنا بك فلا ننساك لذا القضية هنا أن نتعلم علم الإيمان أن نتعلم علم الإيمان قال جندب بن جنادة عليه رحمة الله